نستمر معكم في برنامج العالم هذا الصباح والطريق إلى الجامعة يحتاج إلى دليل يرشد طلاب الجدد في الجامعة هو عالم جديد بالنسبة لهم فالحياة الجامعية مرحلة تكوين الذات وبناء الشخصية وتحصيل الخبرة استعدادا للعمل المهني من هنا تكتسب هذه الفترة أو تعطي هذه الفترة قيمتها ونصائح مهمة يقدمها الأكاديميون للمقبلين على الحياة الجامعية طبعا من بينها اختيار تخصص الدراسي بشكل جيد ومدروس وفق مؤهلات وأمكانيات الطالب خنتابع في هذا التقرير سياق التفاصيل المرحلة المهمة للطلباء الخريجي من المرحلة الثانوية العامة وهي الاتجاه إلى استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية بين الرقبة والتوجيه والإرشاد يجب على الطالب أن يعرف ميولة ويعرف قدراتها ويعرف مدى قبول السوق لهذا التخصص لأنه من غير المجد أن الطالب يدرس تخصص يحبه ويشرف له ويتفوق فيه وفي نهاية المطاف لا يقدم على وظيفة تؤهله في هذا التخصص والنتائج في أمريكا تبين أن النسب من يعمل في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم هذه تفتفع سنة بعد أخرى توجيه وإرشاد الطلباء الخريجين من المرحلة الثانوية العامة في القطاع التعليمي الحكومي والقطاع التعليمي الخاص والاتجاه إلى المرحلة القادمة وهي المرحلة الجامعية وكيفية اختيار التخصص المستقبلي أهم شيء يركزون على اختيار التخصص يعني وجدنا الحقيقة كثير من الطلبة عندما يلتحق بالجامعة يبدأ يغير تخصصه مباشرة أو أنه يجد صعوبة في استكمال دراسته العلمية وهذا الحقيقة نتيجة لأنه لم يختار التخصص الذي يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخصاصه الشخصية فأنصح الطلبة أنه دائما لا يختار لها أحد هو الذي يختار لأن المصير بيدك أنت كطالب وهذا مستقبلك وليس مستقبل أي إنسان رسالة نوجهها لأبنائنا خرجين تنوية العامة وهما مقبلين على حياة جديدة حياة دراسية جديدة في اختيارهم للتخصصات المختلفة أو المؤسسات التعليمية المختلفة سواء داخل الكويت ولا خارج الكويت سواء حكومية ولا خاصة رسالة لوجهها لهم يجب أن يكون اختيارهم للمكان أو المؤسسة أو حتى التخصص يكون نابع من اختيارهم الشخصي حسب قدراتهم حسب إمكانياتهم أساسيات اختيار التخصص تأتي رقبا من الطلباء الخرجين إلى التخصصات التي يجدون نفسهم فيها والاستماع إلى التوجيه والإرشاد واحتياج سوق العمل وعلى حويدر تلفزيون دولة الكويت